السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا الطلاب والطالبات على قناة عين في منهجنا أحياء واحد للفصل الدراسي الأول تحدثنا في الدرس الماضي عن التصنيف واليوم أيضاً سوف نتحدث أو نستكمل الحديث عن تاريخ ماذا التصنيف دعونا ننطلق في درسنا لهذا اليوم ونتعرف عليه بشكل أكبر لدينا هنا مستويات التصنيف ماذا نعني بمستويات التصنيف كما نلاحظ يقصد بها نظام حرمي متسلسل أي هناك عملية تسلسل من الأكبر إلى الأصغر تقع في كل فئة من المخلوقات الحية ضمن فئة أخرى ويتم ترتيبها من الأكثر شمولاً إلى الأكثر تحديداً كما ذكرنا قبل قليل أن الحرم يكون دائماً في القاعدة كبير جداً ثم يكون هذا الحرم حتى يصل في الأعلى أنه يكون ماذا؟ يكون صغير أيضاً ماذا نعني بالمصنف؟ ما هو المصنف؟ ماذا نقصد بالمصنف؟ المصنف هو عبارة عن مجموعة من المخلوقات الحية التي اتخذت اسماً مجموعة من المخلوقات الحية التي اتخذت اسماً معينة أيضاً لدينا النوع ما هو النوع؟ أو بماذا؟ أو ماذا نقصد بمصطلح النوع؟ نجد عندما نريد أن نعرف مصطلح النوع مجموعة من المخلوقات الحية المتشابهة مجموعة من المخلوقات الحية المتشابهة في الشكل والتركيب تتزاوج فيما بينها وتنتج نسلاً خصب في الظروف الطبيعية إذن ما هو النوع؟ هو عبارة عن مجموعة من المخلوقات الحية المتشابه إذن هناك ماذا؟ هذا التشابه يكون في الشكل وأيضاً التركيب وأيضاً تستطيع أن تتزاوج فيما بينها وتنتج نسلاً خاصة في الظروف الطبيعية نلاحظ هنا لدينا الجنس ما هو تعريف الجنس أو ماذا نقصد بالجنس؟ نجد أن الجنس مجموعة من الأنواع الأكثر ترابطاً الأكثر ماذا ترابطاً وأيضاً تشابهاً وتشترك في خصائصها لو استعرضنا هذه الصور التي أمامكم نجد أن هذه الدوبة الثلاثة هناك الدب الأمريكي الأسود الدب الآسيوي الأسود والدب الكسلان نجد أن هذه الأنواع نجد أنها هناك ترابط فيما بينها وأيضاً تشابه كبير جداً وأيضاً تشترك في خصائص معينة إذن نلاحظ أن الجنس مجموعة من الأنواع الأكثر ترابطاً وأيضاً تشابهاً وتشترك في خصائص معينة الفصيلة ما هي الفصيلة؟ ما هي ماذا الفصيلة؟ الفصيلة هي المصنف الأعلى بعد الجنس هي المصنف ماذا؟ الأعلى بعد ماذا؟ الجنس أي أن الفصيلة أكبر من ماذا؟ من الجنس الفصيلة أكبر ماذا؟ من الجنس وتتكون من أجناس متشابهة متقاربة إذن نستطيع أن نقول أن الفصيلة تحتوي على مجموعة من الأجناس المتشابهة المتقاربة أيضا لدينا مثال هنا مثلا جميع أنواع الدببة الحية والمنقرضة تنتمي إلى الفصيلة الدبية أرسيدة تنتمي إلى الفصيلة الدبية أرسيدة إذن الفصيلة هو المصنف أو هي المصنف الأعلى بعد الجنس وتتكون من أجناس متشابهة متقاربة هنا أيضا لدينا مصنفات أعلى كما نلاحظ الرتبة ما هي الرتبة؟ الرتبة تضم فصائل ماذا متقاربة إذن عندما نريد أن نعرف الرتبة ما هو تعرف الرتبة هي تضم فصائل ماذا متقاربة هي تضم ماذا فصائل متقاربة الطائفة أيضا هي أحد المصنفات الموجودة لدينا تضم رتب بعضها ذو علاقة ببعضها ماذا؟ الآخر تضم رتبا بعضها ذو علاقة ببعضها الآخر الشعبة ماذا نعني بالشعبة أو القسم؟ بماذا نستطيع أن نعرف الشعبة أو القسم؟ نجد أن الشعبة أو القسم تضم طواعف متقاربة تضم طواعف ماذا؟ متقاربة علماء النبات والبكتيريا يستخدمون كلمة قسم بدل شعبة إذن عندما نريد أن نصنف النبات أو البكتيريا نستخدم قسم بدل أن نستخدم الشعبة هنا أيضا لدينا المملكة كينجدوم ما هي المملكة؟ تضم شعبا أو أقساما متقاربة إذن المملكة تضم شعب أو أقسام ماذا؟ متقاربة أيضا المصنف الأعلى وهو أعلى مراتب التصنيف ما يسمى بفوق المملكة وهو أوسع المصنفات وتضم واحدة أو أكثر من الممالك لو لاحظنا هنا في المصنفات الموجودة أمامكم الرتبة، الطائفة، الشعبة، المملكة، فوق المملكة نجد أن الأكبر فوق المملكة، ثم الأصغر المملكة، ثم الأصغر الشعبة، ثم الأصغر الطائفة، ثم الأصغر ماذا؟ الرتبة إذن هذه المصنفات أعلى كما تعرفنا عليها قبل قليل الرتبة، الطائفة، الشعبة، المملكة، وفوق المملكة لاحظوا الآن هنا لدينا تترتب مستويات التصنيف من المصنفات الأقل إلى الأعلى أو من المصنفات الأصغر إلى المصنفات ماذا؟ الأكبر لاحظوا هنا نبدأ من الأصغر طبعاً النوع، ثم الأكبر من النوع الجنس، ثم الأكبر منها الفصيلة، ثم الأكبر الرتبة، ثم الأكبر الطائفة، ثم الأكبر الشعبة، ثم الأكبر المملكة، ثم الأكبر فوق مملكة طبعاً الآن عندما نريد أن نقوم بالمقارنة فيما بين هذه المستويات التصنيف عندما نطرح السؤال الآن ونقول أيهم أكبر؟ الطائفة أم الرتبة؟ الطائفة أم الرتبة؟ نجد أن الطائفة أكبر من ماذا؟ الرتبة نجد أن الطائفة أكبر ماذا؟ من الرتبة إذن عندما ننتقل من النوع إلى فوق المملكة، نحن ننتقل من الأصغر إلى الأكبر ننتقل من الأصغر إلى ماذا؟ الأكبر أيضا عندما نريد أن نطرح سؤال آخر ما هي أكبر مستويات تصنيف الموجودة أمامكم نجد أن فوق المملكة هي أكبر مستويات ماذا التصنيف أيضا عندما نريد أن نعمل مقارنة الآن بين الشعبة والجنس أي هم أصغر الشعبة أم الجنس نجد أن الجنس أصغر من ماذا من الشعبة بل أصغر من الفصيلة وأصغر من الرتبة وأصغر من الطائفة كما ذكرنا قبل قليل أنه الأصغر نبدأ من النوع ننتقل حتى فوق المملكة وهو ماذا؟ وهو الأكبر إذن لاحظوا هناك عملية تراتبية عملية ماذا؟ تراتبية ننتقل من الأصغر إلى الأكبر نلاحظ الآن هنا في هذا الحرم حرم التصنيف لدينا في هذا الحرم مجموعة من المصنفات لاحظ قاعدة الحرم كما ذكرنا قبل قليل وهو الأكبر نجد أنه فوق المملكة وهي ماذا؟ الأكبر ثم يأتي الأصغر منها المملكة ثم الأصغر شعبة ثم الأصغر الطائفة ثم الأصغر الرتبة ثم الفصيلة ثم الجنس ثم النوع لماذا الآن في هذا الحرم الواضح أمامكم أنه كلما انتقلنا من الأسفل إلى الأعلى تبدأ تضيق الدائرة ويبدأ يصغر هذا الحرم لماذا؟ لأنه دائما عندما نريد أن ننتقل من مستوى تصنيف إلى مستوى تصنيف آخر هناك بعض الشروط التي لا بد أن تتوافر في الكائنات الحية فمثلا إذا لديك كائن حي ينطبق عليه فوق مملكة مثلا حقيقية النواة مثلا ينتمي إلى مملكة ماذا؟ الحيوانية ثم هذا الكائن الحي ينتمي إلى شعبة الحبليات ثم ينتمي إلى طائفة الثديات ثم ينتمي إلى رتبة آكلات اللحوم ثم ينتمي إلى الفصيلة الدبية ثم ينتمي إلى الجنس الدب وآخر حاجة لدينا النوع مثل الدب الأمريكي الأسود والدب الآسيوي الأسود إذن دائما نشبه هذه المستويات بفلاتر دائما نشبه هذه المستويات بفلاتر كلما انتقلنا من القاعدة إلى الأعلى كلما قلت الكائنات الحية وهناك وكأنه نعمل عملية فلترة نستثني بعض الكائنات الحية ونقوم بإدخال الكائنات الحية إذن نلاحظ فوق المملكة وهي قاعدة الهرم وهي الأكبر في المستويات التصنيفية ثم يأتي بعدها المملكة وأيضا الشعبة وأيضا الطائفة ثم الرتبة ثم الفصيلة ثم الجنس ثم النوع طبعا لدينا هنا كلمة مشتر فجن ما هي مشتر فجن أو ماذا نقصد بمشتر فجن مشتر فجن هي اختصار للمراتب التصنيفية يعني نأخذ حرف من كل مرتبة تصنيفية نأخذ أول حرف من كل مرتبة تصنيفية علشان ما ننسى أجل آن أحفظ هذا المصطلح مشتر فجن مشتر ماذا فجن الميم جاية طبعا من المملكة الشين من وينجد ممتازين من الشعبة وأيضا الطا هي الطائفة والرا هي الرتبة والفا الفصيلة والجيم هي الجنس والنون هي النوع طيب الآن من خلال الآن هذا المصطلح هل فيه مرتبة تصنيفية أعلى من المملكة نعم كما ذكرنا قبل قليل فوق ماذا المملكة الآن لو جينا أمعنا النظر في هذا المصطلح مشتر فجن وطرحت الآن سؤال ما هو أو ما هي المرتبة التصنيفية الأكبر الشعبة أم الطائفة ذكرنا قبل قليل أن المملكة المملكة هي أكبر المراتب التصنيفية في هذه أو في هذا المصطلح ولكن لدينا حلنا مرتبة تصنيفية أكبر ذكرنا قبل قليل فوق المملكة لكن عندما نعمل مقارنة بين الشعبة والمملكة أيهما أكبر نجد أن المملكة هي ماذا أكبر وهي تحتوي على مجموعة من الشعب تحتوي على مجموعة ماذا؟ من الشعب أيضا عندما نتساءل ونقول أيضا أيهم أصغر الرتبة أم الفصيلة؟ أيهم أصغر الرتبة أم الفصيلة؟ نجد أن الفصيلة هي أصغر من ماذا؟ من الرتبة لاحظ الآن هنا الفصيلة واضح لكن الأكبر هي الرتبة ثم أتى بعدها ماذا؟ أو أتت بعدها المرتبة التصنيفية الفصيلة إذن مشطر فجن هو كمصطلح فقط لكي تسهل عليك عملية حفظ هذه المراتب التصنيفية مشطر فجن الميم مملكة الشين الشعبة الطاء الطائفة والراء رتبة والفاء فصيلة والجيم جنس والنون نوع أيضا عندما نريد أن نستعرض فوق المملكة لدينا فوق مملكة حقيقية النواة وفوق مملكة ماذا بدائية النواة فوق مملكة حقيقية النواة وأيضا لدينا النوع الآخر فوق مملكة ماذا بدائية النواة عندما الآن نذكر ونقول فوق مملكة حقيقية النواة كما هو المثال الواضح أمامكم الآن نأتي ونضرب مجموعة من الأمثل مثل الآن لدينا مثال المملكة ماذا الحيوانية المملكة ماذا الحيوانية فبالتالي الآن هذا الآن تسلسل كما هو واضح أمامكم من الأكبر إلى الأصغر أيضاً عندما نريد أن نقوم بالعكس لاحظ الآن أنا عندي الدب الأمريكي الأسود نوع الدب الأمريكي الأسود الآن أبي أوصنف هذا الدب الأمريكي الأسود أو الدب الآسيوي الأسود من خلال المراتب التصنيفية نجد أن هذا النوع ينتمي إلى جنس يسمى الدب إلى جنس يسمى ماذا؟ الدب سواء الدب الأمريكي الأسود أو الدب الآسيوي الأسود أيضاً الفصيلة التي ينتمي لها الدب الأمريكي الأسود أو الدب الآسيوي الأسود نسميها الفصيلة الدبية الفصيلة ماذا؟ الدبية الرتبة التي ينتمي لها الدب الأمريكي الأسود أو الدب الآسيوي الأسود نسميها الآن أكلات ماذا؟ اللحوم رتبة أكلات اللحوم أي أنها تتغذى على ماذا؟ على اللحوم الطائفة أيضا بالنسبة للدب الأمريكي الأسود أو الدب الأسوي الأسود هي طائفة ماذا؟ الثديات طائفة ماذا؟ الثديات وعرفنا أن الثديات هي التي تلد وتعتني بصغارها وتحتوي على غدد ماذا؟ لبنية أيضا الشعبة التي ينتمي لها الدب الأمريكي الأسود أو الدب الأسوي الأسود هي الشعبة ماذا؟ الحبليات أيضا لدينا المملكة ما هي المملكة التي ينتمي لها الدب الأمريكي الأسود أو الدب الآسيوي الأسود إذن نجد أنها عبارة عن مملكة ماذا؟ الحيوانية بلا شكل لأنها عبارة عن دب إذن ينتمي إلى مملكة ماذا؟ الحيوانية إذن ما هو فوق المملكة بالنسبة للدب الأمريكي الأسود أو الدب الآسيوي الأسود طبعا فوق مملكة حقيقة ماذا؟ النوى إذن بهذا الشكل نستطيع تصنيف جميع الكائنات الحية من خلال هذه المصنفات الموجودة أمامكم هنا أيضا مصنفات أعلى الرتبة تضم فصائل متقاربة الطائفة تضم رتبا بعضها ذو علاقة ببعضها الآخر الشعبة أو القسم طوائف متقاربة ويستخدم مصطلح القسم بدلا من الشعبة في تصنيف البكتيريا والنبات يقسم العلماء المصنفات المعروفة أحيانا إلى تحت مجموعات مثل تحت النوع وتحت الفصيلة وتحت الرتبة وتحت الشعبة أيضا المملكة مصنف مكون من شعب أو أقسام مترابطة فوق مملكة ذكرنا أيضا أنه أوسع المصنفات وتضم واحدة أو أكثر من الممالك هنا نصل إلى التقويم في درسنا لهذا اليوم طبعا هناك كما هو واضح أمامكم مجموعة من الأسئلة في درسنا لهذا اليوم عندما نريد أن نستعرض الدرس الموجود أمامكم عند كتابة الإسم العلمي لمخلوق حي في كتاب أو في مجلة علمية فإنه يكتب بخط غامق أم بحروف كبيرة أم بخط مائل أو مختصرا في المرة الأولى ذكرنا عندما نريد أن نكتب المصطلح العلمي في الكتب أو المجلات العلمية لابد أن يكتب بخط ماذا؟ مائل لابد أن يكتب بخط ماذا؟ مائل أما بالنسبة لكتابة الإسم العلمي بخط اليد لابد أن نضع خط تحت أجزاء الإسم العلمي ماذا؟ كاملة إسم الجنس وإسم ماذا؟ النوع أيضا السؤال الثاني المصنف الأعلى بعد الجنس مباشرة إذن لاحظ الآن هو حدد للآن المصنف الأعلى بعد الجنس مباشرة ما هو المصنف الأعلى أو المرتبة التصنيفية الأعلى بعد الجنس؟ نجد بأن الفصيلة هي المصنف الأعلى بعد الجنس المباشرة نستطيع أن نغير هذا السؤال وأيضا نطرح سؤال آخر أيهم أكبر مثلا الفصيلة أم الجنس أيهم أصغر الرتبة أم الطائفة إذن نتذكر سويا حرم التصنيف نتذكر سويا ماذا حرم التصنيف أو نستطيع أن نتذكر المصطلح الذي ذكرناه قبل قليل مشطر فجن مشطر ماذا فجن لاحظ أنه الميم المملكة الشين شعبة طاء طائفة الراء رتبة الفاء فصيلة الجيم جنس والنون نوع لاحظ الآن بدينا من الأكبر وانتهينا بالأصغر اللي هو ماذا النوع طبعا فوق المملكة كما ذكرنا هو أكبر المصنفات هي أكبر ماذا المصنفات أيضا هنا إجابة على سؤالنا قبل قليل أوسع المصنفات في المراتب التصنيفية نجد بأنها ماذا فوق المملكة إذن فوق المملكة هو أوسع المصنفات في المراتب التصنيفية الآن عرفنا أوسع المصنفات عندما نريد أن نغير السؤال ما هو أصغر المصنفات ما هو أو ما هي أصغر المصنفات أو المراتب التصنيفية في التصنيف ممتازين جدا إذن النوع هو أصغر المراتب التصنيفية بالنسبة لمستويات ماذا التصنيف أما فوق المملكة هي أكبر مستويات ماذا التصنيف فوق المملكة هي أكبر مستويات ماذا التصنيف بالنسبة للمراتب التصنيفية وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح